لكن الجملة محيرة لما أقول من 850 سنة مفتاح كنيسة القيامة أقدس مقدسات العالم المسيحي مع عائلة مسلمة تتورسها الجيل بعد جيل أكيد الموضوع ورا قصة لو تشاركنا بيها أستاذ أديب طبعا القصة بدأت في عام 1187 عندما حرر صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس من يد الصليبيين طبعا اجتمعوا رؤساء الكنائس وصلاح الدين الأيوبي أحب أن يسمع تاريخ كنيسة القيامة كان فيه زي ما نعرف أن العهد العمرية هي الشرارة التي انبثقت من بيت المقدس وانتشرت في العالم أجمع وهي التي تتكلم عن التعايش الإسلامي المسيحي طبعا العهد العمرية كلنا منعرف العهد العمرية وبنود العهد العمرية التي أعطاها سيدنا عمر رضي الله عنه للمسيحيين لإخوتنا المسيحيين لبناء كنائسهم وعبادتهم بشكل طبيعي لكن بعد ما انتقل سيدنا عمر إلى رحمة الله صار فيه خلل انتفت العهد العمرية وجاء بعده الصلاطين المتذمتين وهدموا كنيسة القيامة وكنائس الإخوة المسيحيين في بيت المقدس فصلاح الدين الأيوبي انه يسمع القصة يعني كيف صار انه العهد العمرية تموت بموت سيدنا عمر فجاء ليحيي العهد العمرية وكان عنده فكرة عرضها على رؤساء الكنائس في ذلك الحين انه نسلم مفاتيح كنيسة القيامة لآل البيت نحن كنا في ذاك الزمان أيضا شيوخ الأقصى الشريف الأقصى المبارك ليتم حماية كنيسة القيامة ومقدسات المسيحيين إلى الأمد البعيد ما بعد صلاح الدين الأيوبي هنا رؤساء الكنائس وافقوا على هذه الفكرة وتم تسليم مفاتيح كنيسة القيامة لعائلتنا من قبل رؤساء الكنائس الستة اللي كانوا يحكموا كنيسة القيامة في ذلك الحين ومن هذا الحين طبعا مفتاح كنيسة يريد نشوفه يا أستاذ أديب هذا المفتاح المقدس للباب المقدس هذا هو مفتاح كنيسة القيامة هذا المفتاح الصليبي نحن نعرف أنه من بنى كنيسة القيامة في شكلها الحالي اللي نرى اليوم هم الصليبيين وتم افتتاح كنيسة القيامة في 15-7-149 أي قبل دخول صلاح الدين الأيوبي لمدينة القدس بتسعة وتلاتين عام فهذا هو المفتاح الصليبي هذا المفتاح عمره ألف عام وموجود في عائلتك بقاله 850 سنة طب هذا المفتاح هو الذي يتم فيه بالفعل فتح كنيسة القيامة وبدونه لا تفتح الكنيسة نعم هذا هو المفتاح الذي نفتح به كنيسة القيامة صباحا ونغلق به كنيسة القيامة مساءا أنت بنفسك يا أستاذ أديب الذي تقوم بهذا العمل هل هو عمل رمزي ولا عمل عمل إيه يعني عمل رمزي مجاني طبعا نوضح هذه الفكرة لازم نوضح هذه الفكرة هي وظيفة شرفية نحن لا نتقاضي عليها أي مبلغ أو أي شيء من الطوائف المسيحية وإنما هو وظيفة شرفية بحثة إذن هي أمانة حملتم إياها من هذا الوقت والأمانة دي في أعناقكم تتوارسونها جيل بعد جيل طب إزاي بيتم تسليم المفتاح باختيار بناء على أي الشخص حامل المفتاح لهذه الكنيسة المقدسة في عائلتكم طبعا المفتاح يأتي بالوراثة من الأب للإبن الإبن البكر طبعا لكن خلينا نحكي بصراحة نحن اليوم بقربنا ندخل على 2024 يعني تغيرت الأمور اليوم أنا عندي ثلاث شباب أولادي ثلاثة اليوم أنا أعطيتهم الحرية بأنه يعني يختاروا من سيكون أمين لمفتاح كنيسة القيامة إذا البكر أحب أنه يكون هو أمين مفتاح كنيسة القيامة سنقدم له مفتاح كنيسة القيامة وأما إذا الوسط ممكن ممكن الأصغر هلأ عليهم أنهم يقعدوا الثلاثة مع بعض ويقرروا هذا القرار المصيري يعني من سيكون أمين مفتاح كنيسة القيامة المستقبلة إذا أنت قمت في هذه المرة بتخيير أبنائك من منهم سيقدم على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة ترجمة نانسي قنقر